الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفوني أن أكون مع هذه الوجود طيبة في هذا المكان المبارك في هذا الشهر المبارك وفي هذا الموضوع المهم ينحبس اللسان عندما يحاول أن يجمع شتات الأفكار ليخرجها في شكل جمل كافية وافية ومفهومة وفي الوقت المحدد عندما يمتر موضوع مثل هذا لا يوجد أقدر من الصهاين أقدر بالنقطة وبدون النقطة كليمة أقدر من الصهاين على استفزاز البشرية كلها بأشكال من الربط لا منطقي والمناقض مناقض لطباع الأشياء والذي يكتب على جبهته كذوب ملعون لاحظ كيف ربط الصهاين قضيتهم بحقوق تاريخية هذا واحد نوع من استفزاز للعقل البشري للذكر البشري للتاريخ للأركيولوجي للعلم المعرفة كيف سفزون بهذا الربط العجيب الذي صار بين سكان فلسطين الخط الأخضر وبينهم يسميهم عرب إسرائيل لاحظوا هذا الإمعان في الإدلال عرب إسرائيل تعرفون أن المضافة إليه يكون هو الأصل ابنه فلان ابنه فلان الأب والأصل فهو المضاف إليه دبا مالي للأرض لآلاف السنين هم مالي للأرض ولو مضافين إلى إسرائيل التي أنشئت بكل أنواع الحيل والمكر قانوني وبكل أنواع الإبادة في يوم 15 ميال 1947 وقامت عمليا بعد ذلك ببضعة شهر صار أهل فلسطين ينسبون إليها أيضا ربط مسألة إسرائيل وحيتيتها بمعدد سامية وهنا لا ينفعنا إلا مرجعية داخلية فرانكلين فلغنشتاين وهو يهودي الذي يعرف البلد جيدا الذي عاش فيه أغلب عمره إلى أن طهد فيه اضطهاد شديد وأنهى عمره في بريطانيا الذي كان طفلا في معتقل أوشفيدز النازي فهو أولى الناس أن يتحدث عن معاناته في الهولوكوست الذي رأى والديه وأغلب أسرتي يموتون ولم تعيش إلا عمته وهي التي أنقذت كتب كتاب ضخم اسمه ما يفوق الوقاح وقال في المقدمة أن هذه كلمة عبرية طبعا لا أعرفها كلمة عبرية تعني كلمة وهذه تعني كل هذه الجملة قالوا هذا استعمال في التقافة العبرية قال نحن أعرف الناس بهذه العبارة ونستعمله فيما بين بعضنا ما يفوق الوقاحة إعادة استغلال اللاسامية الجديدة ضمن هذه المنظومة من الربط المستفز لماذا لا يربط؟ أن يأتي قوم باسم الشرعية الدولية والقوانين الدولية والقرارات الدولية ونحن أبناء القانون الدولي القرار 181 هو الذي أسس الدولة إسرائيل ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم معك على وعد عنده في كتابه التوراة المزور من الله ليعقوب وحتى صورة هذه الوعد من أغرب ما يمكنه أن تسمعه في حياتك كيف لقوم يعقلون أن يؤمنوا بهذا وهو أنه إسرائيل يعقوب الذي به سموا الدولة ترجمة إسرائيل إلى اللغة العربية هي عبد الله واللغتان متقاربتان وبينهما وشائج أسير الإل الإل حتى في اللغة العربية والله وكانت استعملت في القرآن من رواحدة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دمه في كتب التفسير إلا أي الله والأسير لأنه قديما كان أوسع أبواب العبودية والرق في الحرب والأسر فصارت كلمة أسير تساوي عبد عم تساوي أسير ما بتلازم فأسير الإل عبد الله دورها وقال لك آسر الإل مش أسير هو الذي أسر الله والقصة صار على الرب يعقوب فصار على يعقوب الرب وأمسك به فقال أرسلني الناس عندهم عقيدة بهذا الاختلال تقلس معهم تذكر معهم حتى نهار تقبيه فقال الرب أرسلني وكان يعقوب رجلا قويا جلدا فقال لها أرسلك حتى تعطيني الوعد بفلسطين لدريتي هذه الأشكال من الاستفزاز اليوم نحن نعيش في المغرب محطة من هذه المحطات والربط المستفز بالقضية الفلسطينية وبالقضية الوطنية لا يخرج هذا الربط عن هذا النسق العام من ربط ما لا يربط خارج أي منطق خارج أي عرف خارج أي تقافة خارج أي نسق معرفي وخارج تاريخ اليهود الذين يمهرون ويمكرون في ربط ما لا يربط ثم يتخلصون منه في اللحظة المواتية ولهذا طلبني مرة أن أكتب ورقة مبسطة لتلاميذ وأرسلها إليهم الواتساف كتبت هذه الورقة المبسطة التي أريد أن أقرأ عليكم لأن دهني في حالة من الألم والعياء وما حصل في القدس بالأمس أنتم كلكم تابعتموا فأريد أن أستعين بهذه المقدمة ولو أنني عادة لا أقرأ التطبيع ترجمة حرفية لمصطلح نورماليزاسي الذي وضعه الصهاينة لتزييف الوعي بخصوص الاعتراف بالكيان الغاصب وإقامة علاقات ديبلوماسية معه وعلى حساب الحق الفلسطيني ومعاناة الفلسطينيين والحقيقة أنه لا شيء طبيعي في هذا الاختيار الخاطئ لأن الكيان غير طبيعي وأهدافه وأعماله غير طبيعيين فكيف تكون العلاقة معه طبيعية؟ التطبيع هو لو صالحة الجزائر المغرب أو الإمارات قطر أو تصالحة كورية الشمالية والجنوبية أما مصالحة العدو الصهيوني فمعاكس للطبيعة لإدة أسباب لأنه تجاهل لحق الفلسطيني ولمعاناة الفلسطينيين وطي لصفحة مشروع تحرير النضال مجيد ودام بدأ فعليا منذ الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1920 لأنه إقرار للغاصب على غصبه وفرض الأمر الواقع على المظلومين وانحيازه للمعتداء المحتل وإيمان بالقوة لا بالحق واعتراف ضمني بكل أعمال الاعتقال والاغتيار والاعتصاب والتهود ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والجواء وتعطيش سكان صحراء النقب وحصار غزة وتجاوز ستة ملايين لاجئ مشرد خارج فلسطين وثلاثة ملايين لاجئ مشرد داخل فلسطين أنتم تعرفون أن هناك مشردين خارج فلسطين لكن داخل فلسطين نصف ساكنة فلسطين مشردون هم يسكنون خارج مدنهم داخل فلسطين في مخيمات محرومون من العودة إلى أخبار الجزيرة هذا الصباح تغطية لنشاط جمعية فلسطينية مناضلة اسمها جمعية صيانة الترات العمراني الفلسطين وتصريح الرئيس وتقارير المديع والصور تتحدث عن آلاف القرى الفلسطينية العريقة المبنية من زمن ما قبل الإسلام المبنية زمن الأمويين والعباسيين والعثمانيين والممالك التي لم تصل يد اليهود لهدمها ليست عفوفاً وإنما أجزاً هم هدموا 620 قرية ومدينة وقرية كبيرة في سنة 48-49 وعليها بنوا إسرائيل إسرائيل لم تبنى على أرض خلاء وإنما بنيت بعد أن تم تسوية 620 تجمع سكن وعندي اللائحة وكنت أطبعها على هامش خريطة من الخرائط الكبرى التي كنا نطبعها ونبيعها لصالح قضية الفلسطينية استؤدري فيما سلمت الأخذ في اللولي من أيام كوفيد من منصوراتها كانت جزء منها نسخ من هذه الخريطة فما تبقى لم تصله يد الصهاينة بعد أن سيطروا على الأرض ما عاد حاجة إلى الهدم هجروا أهلها هذا تقريرات الصباح في الجزيرة هجروا أهلها ومنعوهم من الرجوع إليها حتى بعد هذا الأوضاع وقامت دولة إسرائيل وأصبح هؤلاء الفلسطينيون إسرائيليين بالجواز وبلاكارتناسونة بزمنهم يسمون معارض إسرائيل ومنعوا من الرجوع ومنعوا من التعميم وهي الآن خرائب هذا الصباح الجزيرة قامت بسياحة فيها خرائب مرعبة مملوء بالقطة والكلاب الضالة والجوردان ومطارح النفايات هذا كله من أجل قتل التاريخ الفلسطيني وإقرار العدو السوريوني بهدمه وطمسه لمعالم 620 قرية فلسطينية سنة 1848 فقط والسكوت على مذابيه كقفر قاسم والتلزع تروقانة وغيرها كثير وتجميل وجهه القبيح بالعلاقة الدبلوماسية واللقاءة المجاملات والتطبيع غير طبيعي لأنه فتح لباب الخطر على البلد المطبع نفسه وليس على فلسطين فقط حتى لو كان هذا البلد بعيدا جدا كالمغرب فالإسرائيليون والأمريكا لا يقبلون بتطبيع جزئي أو رمزي أو شكلي أو محدود دبلوماسي مثلا حتى يكون شاملا علنيا وسريا نظريا وعمليا اقتصاديا وتقافيا دبلوماسيا وسياسيا تجاريا وسياحيا إلى آخر وصياغه واتفاقياته تملها إسرائيل وتفرضها أمريكا وتكون النتائج لصالح العدو في جميع المجالات وخطرا على أمن البلد المطبع بل وعلى وجوده لأن الهدف نشر الفتنة وتقسيم البلد وتدمير القيام ومحاربة الهوية كنت أتمنى لو أن المعرض الموازي كان فيه الكتاب دي الدكتور أحمد وإحمان بيبيو الخراب على الباب وهو شرح تفصيلي مفجع فاجع كاريتي مأساوي على قر قيامة المغريب بدون مبالغة احتى وقت استزأبي حميد زيد وغيرهم الصحفي المعروفين وقالوا هذا شخص مثل الدنكشو تحارب طواحي الهواء هو يفحمهم بالوتائق بالتقارير بالمقابلات بالصريحات بالخرائط بالأرقع بالإحصائيات كيف تريد إسرائيل بمساعدة أمريكا تفتيت المغرب إلى ست دول لا يوجد لا يوجد ثلاثة ستار والشانتيون الشانتيون نموذج الذي يكتب أحمد ويحمد هو ما كتبه جاكوب كوهين في كتابه مميز موساد سور تنغير وربما كان في المعرض لأنه كتاب جاكوب كوهين وضع الموساد على تنغير وما حولها هو نموذج مثال منطقة إقليم مدينة لما كتبه ويحمد في كتابه بيبيو الخارب على الباب والذي بحالي أنا ما تعرفش الصحة ورا شرح لنا في المقدمة شني بيبيو بيبيو يأوك وكعب الله وجاكوب كوهين اللي مخليه فوق الله وأنه يهودي وإلا هو عدول الصهيوني بعدما كان صهيونيا وعدول إسرائي بعدما اندهب إليه وولد مكناس أقرى في فرنسا وعنده باسبور مغريبي وبيس باسبور فرنساوي وكان باسبور إسرائيلي ولما تاب وأفاق وأنا قطع الجواز الإسرائيلي وقطع إسرائيلي ما كيمشيش لها بعدما اندهب الجيش الإسرائيلي ويشتغل فيه وفتخر وخدم في الموساط الإسرائيلي وفتخر لكن من اللي فاق وعرف أنها دولة ظالمة مجرمة وحنس يساري دكدعا وتحرير الإنسان وحقوق الإنسان لما فاق وعرف أنها دولة مجرمة فاصلها وهو كتب هذا الكتاب الصورة اللي في الكتاب أخذها لوكس العزيز عنناوي على خلفية نخلة من نخيل تنغير ولكن فوت جاكوب كوهين لمشد باشي واحدة مالتين غريح هذا سيضربوه من صهينا الصهينا عقوله من أبناء البلد ومشا أحمد وإحمد تموه وضربوه فنوصلنا في الخطر على المغرب بسبب التطبع فنواصله البارح تنفطر مع مضاف مغربي عادي ولكن في منصب مهم جدا لهو منصب إعطاء الصفقات في قطاع عمومي يتحرك بالملايير وقطاع حساس يتعلق بأمن المغرب اقتصاديا وغدائيا بل شريان للحياة كله قال لي منها وقع المغرب اتفاقي التطبيع ووقع برلمان العار قانون تبادل التجاري والتقافي ونحن يوميا نتعرض ومفرناس مسكين الآن عرسل المان وحد النوع من تحرش المخيف وأنه يأتي شركات إسرائيلية وتقلوا الباب وعندما أعطيتهم موعد يقول لك نحن سيفتنا فلان وفرتلان وش بالصح لك دوب المهم تخلعوك بالأسماء الوزنة في البلد وتأتي عندك باللاحة يقولوا نحن إسرائيلين شركة إسرائيلية نحن مدعومين من فلان مشروكين مع فلان صيفتنا فلان مشجعنا فلان جابنا فلان أعطينا صفقة مدونة الصفقات المغربية ماذا عن المجلال هذا هو قانون لا يزبالة يأتي ويأتي ويأتي صفقة لا يزبالة ويأتي 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 عن عدبة فتنة التطبيع وفتنة فلسطيل وفتنة الصحراء الأولى ويأتي في أمريكا وإسرائيل ويأتي 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 لأن الحالة لن أعيش تنظر ويأتي لم أظن أن أعيش حتى أرى المغرب في ثم وعنتين ويأتي ومغرب فرحان ومغرب أعجب فهذه تشكيل أن تنتخبير القوانين قال ولكن القوانين رفعه واحد تغرى خطيرة قوانين خبزية قوانين الحكامة أنا كدير شروط الصفقة كدير دفترة تحملات وكدير يا سيدي مناقصة وإذا رصت المناقصة ترسوا على الذي قدام الأقل قال لي دفعنا من اللي تلقاه ومحش ما ننشاه كيجيوا كعرفوا رانهم خبرة كعرفوا المتوسطة واحد المليون درهم كيدينهم باغين يدو الصفقة وباغين يربحوا ما كيرحموش ما مكرهوش المغربي يزلطوا بابا في يومين ماشي في عامين قال لي فدبل حد الآن قال لي تردهم شو ديبلوماسية وكانت تخبر القوانين وكان نفتح الباب وكان نزير كايت شارج بذل عارفوا يعقبوا قال لي وكان قددش كله ومن اللي كان نفتحوا قال لي الأضريفة كان لقوا عندهم في الغالي التمن الغالي ما كان نعطيهم ش قال لي لكن أنا قال لي مغريبي مسلم وطني غيور محيب الفلسطين قال لي لفتحت الأضريفة ورقيت شركة إسرائيلية عندها تمن المناسب بذل مني أعطيها قال لي وقبل هذا رقديم رقريبي تقع الدابة قال لي قبل كنا نصدقوا عليهم وما كان قبلوش أنهم يسلمون المظروف كانوا من قانون المغربية منع التعامل مع إسرائيل ولكن لما نكشفنا ونكشفنا بفعلي أيدي بفعلينا إحنا نليدر نبي الدينة لما نكشفنا الآن ما بقاش خالد مشعل والاسمعيل هني إذا كان مسؤول في المغرب في واحد الإدارة عمومية مكلف بإدارة الصفقات ما يقدرش منع دولة شركة إسرائيلية فأنا هذا الرجل هذا اللي حرم علي الفطور صافي قلبي تسد لأنه كان غمض عني وكان تخيل في الإدارة المغربية ما لدينا من واحد بحال هذا خمسة في المئة عشرة في المئة والخرين فيهم اللي غايت معه وكي يجي وقال لي كي يجي وبرش وكي يتكلم معك ما أردت وكي يحبت بأن تختارك وكي يجي وبرش معهم من الأمم وكي يغريك بالفلوس إذا لذلك كان يغريه الرشوة وكي يخاف للناس مع الأطفال المغربية وكي يخاف بأكورة والدمر والتطبيع وكي يخاف وخاصة إذا كالإنسان حريص على منصبه ويخاف وليحيدوا للمسؤولية وليحيدوا للتعويد على المسؤولية وليحيدوا للسيارة وليحيدوا للدار وليحيدوا لامتيازات وردوا موطف عادي ولمهندس عادي ولمحاسب عادي إذن الناس من اللي جاء المغرب ولاحول لديك الورقة بحال ذلك تور الأحمر للتور كالذي اللي يقرر الدبحو المصارع على التيران لديك الورقة للسحراء اللي حوالي نحتي يدخلوا دخلوا دابا القانون داس البرلمان الذين عارضوا وراء عرفتهم مشكونوا واحد القلة والذين ناقشوا واحد القلة والباقي هللوا له وطبلوا وصفأوا دوزوه وهو من مخازي هذه الحكومة وهو يفتحوا الباب على المسرعي لإسرائيل أن تدخلها في السوق المغربية بجميع الوسائل وكل الأشكال والطرق القانونية ومنورها غير القانونية طيب هل يقفوا الأمر هنا من قبل نسيتم قوليكم من قبل كانوا كيجيوا وكان كيجيوا من غور شركات أوروبية وكيعتقدوا لديك شركات أوروبية عشرها في المئة عشرين في المئة وكانين بعض الناس اللي كانوا كي من المخلصين في المغرب كيشوفوا بيهم كيشوفوا طريقة بشيستدعلي من الشركة الأوروبية وكانين تدخلوا الناس اللي كانوا كيشوفوا طريقة بشيستدعلي من القانون وكانين تحتاجون الأوروبين ولماذا سأعطون الأوروبين 20%؟ أو 10% أو 10% أو 10%؟ وكانين يأتيهم ونحن شركة إسرائيلية الأمر لا يقف عندنا أن يأخذوا مارشة لشركة مغربية ويأخذوا المغرب ويأخذوا المغرب هذا المشكل هو أن يأخذوا ويأخذوا ويدخلوا في صفاقات التعليق بالأمن كاميرات مغربية ويأخذوا المكالمات ويأخذوا المكالمات وإتصال الأمن على الطيران وهذا هو أمور التي تمثل أمن في البلد وفي البعض المعلومة سأعطيكم أخر ما أسمع لكن تعرفوا فيين وصل الخطر ويتعرفوا إلى أن تذكروا هذا المشكل كثيرا ومن 10 سنين كانت قادة الأزمة في 2008 أزمة المالية التي بدأت بالطرد بدأت باليونان وتكلموا على أن اليونان أفلسته هذا الإفلس لليونان الدولة الصغيرة الفقيرة التي قلت عندها 250 مليار دولار وراءه معلومة سربها يهودي من بنك جولدن ساكس وما أدرك مبلد جولدن ساكس إلا أن تتعرفوا في اليوتيوب غير خلفيات شراء بنك جولدن ساكس لبنك ليمانز برادر وبنك ليمانز برادر متأود لهود ولكن يهود مبارد من معي هود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء هكذا وصفهم القراءة شوفنا يطانياء والخصوم أين وصل للقضية فهم ليسوا أقوية نحن لديهم موما يخلقهم هكذا وقرأوا صورة البقرة تحسبهم جميعا تقاتل ليمانز برادر عمرهم 170 سنة حزب بنك عريق كان وراء تفليسيه بنك جولدن ساكس وبنك جولدن ساكس وبنك جولدن دين ليهود دار له المناشيب تنشبوه طيحوه وشرحه كعلو فترسه بحل عن كبوت كتفترس الدكار دياله إلا شفتوا فيديو وطائق عنوانه خلفية استيلاء جولدن ساكس على ليمانز برادر هل تعرفوا اشنا هو جولدن ساكس وهو واحد المؤسسة بنكية صغيونية خطيرة وأقل ما تفعلوا المعاملات المالية وخدمة الاستبناء وهنا واحدة القولة ما شئنا ليجبتها قولة إسرائيلية جزء من التقافة اليهودية استدل بها شمعون بيريز في كتابه الخطير الذي حاضرت به طويلا وهو الشرق الأوسط الجدد والكتاب مكتوب أساسا للإسرائيلين نحن غير نتبع قرأيناه وهو خطاب لهم لإقناعهم بالمصالحة مع منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة هذا الشيء الذي يقع من بعد ذلك بسنوات قليلة وشاركه فيه اللي هو أوسلوب اللي هو غزة أريحة في سياق الكلام قال لهم نخصكم تخلابوا على حلم إسرائيل كبرى جغرافي نحن سنعوذها بإسرائيل كبرى اقتصادياً وسياسياً وديبلوماسياً أي حضارياً ويالله يالله 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 حتى يقنع في اليهود كذلك يمعهم واحد يقع نسوي الكتاب غير تترجم الإنجليزية ويقرأ العالم كاتبوا بالعبري وذيروا خطاب سياسي يقول لهم ألسنا نحن الإسرائيليين من نشيع فيما بيننا المثل المشهور إن البنوك أخطر من الدبابات أنا أنا لماذا محدد المثل قلتم في كتابة هذا مثل إسرائيلي تقافة إسرائيلية تقافة اليهودية إن البنوك أخطر من الدبابات فالناس اللي بنون البنك في العالم وسيطوروا على يد خمسة قرون هم اللي يشد بنونك العالم هم اللي افتقافتم أن البنك لم يكن أداة الاستثمار أو التنمية أو الخدمات لم يكن هناك أيضاً هذا هو غولدن ساكس لماذا تسحبه وطيح بانك سميته لماس برادر؟ دومينو سقط بعدها 299 بانك أمريكي في أزمة 2008 التي لقىها أوباما على وجهه ويمكنه مأجلوها سيأتي أوباما ويحلوها فيه لكي لم يكن أفريقي أفريقي يحلم يترشح ويأخذ الأموال للشعب الأمريكي ويعطيها الأباطرة وضهاقلة اليهود أفلس فيه أسبوع واحد 300 بنك أمريكي كانت القطعة الضمن والطاحت هي ليمانس برادر هذا غولدن ساكس باع معلومة جورج سوروس ما هذه المعلومة اللي احنا في المغرب منخورون بحل الغربال وعندنا منها مليون معلومة يدخلوا منها مليون نملة إسرائيلية ما هي هذه المعلومة؟ هو أن اليونان كان عندها صعوبات في أداء الدين ليست إفلاس، ليست توقف، ليست نهيار ليست أي شيء يوقع في سريلانكا ويوقع في مصر لا قدر الله ويجب أن يوقعوا في تركيا، تركيا هذا الصباح صباحة مؤسسة موديز الدولي للتصنيف الاعتماني منزلة تصنيف الاقتصاد التركي إلى سلبي عباد الله، دولة الآن دي من خمس دول في العالم ، يتجد ميزانيا فيها كلام في العالم الاسلامي كله،شير praatino الدولة الوحيدة التي تق نتم éénسين سنوية هي تركيا، كل الدول الاسلامي لديها لديها أمريكا لديها، فرنسا لديها Al-B指 تركيا التي تقدم ميزانيه.معة شي متوازنة ميزانية فيها فاقس صنف ها تصبحا مؤسسة الموبيز مؤسسة الموبي وقت Chest atalque بلوكسيلي ينقل لدن تاري من 107% سيطرق معه أنا كنت دخل في لوتو دوريسك كان عند اليونان صعوبة في أداء الدين فطلبت من بن جولدن ساكس أن يرتب لها المحاسبة العربي التعارب يتصور لها المحاسبة بشكل لإيقاد لها الكونتابلتي بشير رابور لتقدموا الاتحاب الأوروبي في بلوكسيلي من بنش فيه ذلك العوارة مقابل أموال طائلة فاستمر الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي في إقراض اليونان بناء على تقارير تغطي حقيقة أن هناك صعوبة في الأداء لدى الحكومة اليونانية اليهود اللي في جولدن ساكس اللي هم دلوا هذا التقارير باعوا هذه المعلومة جورج سوروس وبهذه المعلومة أسقط جورج سوروس اليونان وماشي اليوناني الهدف أسقط بعدها إسبانيا ثم إيطانيا ثم فرنسا والهدف طبعا جورج سوروس يكتب ورجل مشرير اقتصادي ولكن كاتب يكتب ويكتب الصحف الكبرى في بريطانيا وفي أمريكا يكتب هو بغي طيح الأوروب وهو يحقيده على الصين لأنها تشتري الأورو فتنقيده من السقوط لأنه يقول بوجوح مرة هذه عشرين عام أنا ما عمري يعجبني يكون الأوروب بغيت نحيض الأورو ونخليها الدولار لأنه يلعبوا عدوا في الصوق الدولار لا عنده قيمة لا عنده مرجعية لا عنده سند لا عنده اتصال بالدهب الدولار يطبعه منذ خمسين عاما بقيمة أقل من قيمة الورق الذي يطبعه عليه وكيتباع بالنفوذ الأمريكي والسمع الأمريكي والتقى الأمريكي وغسوين عرف هذا الشيء وهو في آخر مقالتي يسب الصيل لأنها اشترت ملايير الأوروهات لكي تنوع سلة النقودها ليس حب في الأوروبية وديره أشرف إبراهيم هذا الوليد راح إنسان جاد يقدم المعرفة في زمن التفاق ليلي يقدم المعرفة يقلمني أنني نشوف الفيديوات وديره يمكن أن يصل إلى 300 ألف وعطي ليساكي سبعة المليون كمية وغنية كورية أغنية كورية قاعدة مليحالية وغنية كورية يمكن أن يقع المليحالية وغنية كورية أجد وغنية مليحالية أشرف إبراهيم أقتل نفسه قتلاً لن يخرج لنا أشرف إبراهيم المخبر الإقتصادي ومعرفة العلم ومعرفة ومعرفة كيف يستهدفون أوروبا أخوة ومحباب مولد عمهم جنسهم ملتهم ماذا يفعلون فيهم؟ أنا أعود لكم أخيراً أخيراً كيف ليهود يفكرون الواقع أخيراً جلست مع رجلين مسؤول إعلامي رب واحد في الوقت كان عنده أخطر مسؤولية إعلامية في العالم الإسلامي ما نقلش نقول سميته لأنه ما أعطاني شيئاً أوه بناء على هذه المسؤولية كانت له علاقة واسعة ورده مولاة يسارية فكانت الحكومة اليسارية في اليونان أصدقاء ديانه بمفهم وزير المالية وحتى الله ذكر لي اسمه ونسيته قال لي تلاقيت مام بعد نهيار اليونان في شيء معتمر دولي معه تفرغ مستعفى من المسؤولية الرسمية تفرغ للاقتصاد الرياضي والاقتصاد الإعلامي ويشتغل فيه وتلاقى معه في شيء معتمر لأخر طبس كانت سقطت الحكومة اليسارية في اليونان الذي كانت تقاوي الفلسطينيين والذي كانت تدخل مواجرين السوريين والأوروبا هذا فيلم خور هذا وجهة حكومة يمينية وصل مواجر من تركيا تحقيق لي حواجه وتعطي لي فلوسه وتصالحون وتبطس من النساء وقال لي مليونان ناقض ويصدر حرية مليونان من دخول الحبس في اليونان مععادة شديدة على المسلمين والصفرات غير من الحكومة الحكومة في اليونان دولة لا يوجد وزن كبير ولكن لديها موقع استراتيجي وعضوية في الاتحاد الأوروبي تلاقى معقلية ما يجب أن تصدق هاي لأمان كله واحد صباح وما نضع مليونان ونستمر بأمان كله كنت تذكر حتى أزمة اليونانية وكأنها تصدق كنت أسمعني مع مرحبا وعندما أرقى وعندما صنعت تلك المالية قال من الشخص وعندما لديه كنت ترغب لرئيس اليوناني لا يريد أن يجوني فتبا تجوزوني على المقابل السيدة فالتبا قال هو مع الرئيس هو مع الرئيس ملخص الكلام قالوا إلي بغيتين تدخل لإيقاف المزيد من الانهياء في اليونان أعزل وزير المالية لا تتعليق معي لا أريد أن أعود لها ديال قالوا طلبني أنا ودوافتي ليفوني وستعليق المكلامة لكي تردني من الحكومة هناك شيء واقاح أكثر من هذا الواقاح هناك شيء أم أخرى غير أمة اليهود كي ناشي والله الذي لا إله إلاه أدني لهذا الرجل وعنده هذه الوزنية أعطي اسميته وذلك الذي كان طر الرئيس الاشتراكي اليساري المناضي المتعاطف مع فلسطين ومع المواجرين ومع المسلمين أنه يعزي الوزير المالية دياله ولم يتوقف منهيها ودرت انتخابة مبكرة وتكشطوا اليسار كلهم وجد الحكومة اليمنية بقت تكمل ذلك فالإسرائيل لا يتورع بلا حياة أن يطلعوا منك مثل هذا الطلاق دوز لي الرئيس دوزوا لي قال لي ليس يتحلموا مشكلة ونوقفوا التدهور ونوقفوا من السقوط وعزي الوزير المال ونوقفوا من المشاكل ونقفوا التوصيات تعرفون تاريخيا من نارخ الله كارل ماركس اليسار دائمين لجد توجيهة البنك الدولي كيف يفرملوها شوية قصة دائمين قصة دائمين قصة دائمين دومينيك ستروسخال دومينيك ستروسخال الفاضحة الأخلاقية والجنسية وعزلوا بسرعة ضوئية من المنصيب موضيق بانك الدولي وكان عرق الأوامر الأمريكي داخل بانك الدولي المفروض لا تتبع الأمريكا تتبع الأمم متحدة ولكن أمريكا تعمر بانك الدولي تتبع الأمم لا تتبع الأمم في الأوكرانيا 25.6 مليار لا تتبع الأمم لا تتبع الأمم لا تتبع الأمم لا تتبع الأمم والعالم الإسلامي قد ما يصل هذا العام الحكم مورسي يتفاوض على جد المليار دولار قرد والإنقاذ البلد من الليان دوهوا جابواه وطحنواه والإنقاذ النصرات الاقتصادية النصرات الإسلامية إندونيسيا 300 مليون أنت تتبع الأمم واختبع أمريكا بعداً بإعراسها 25.6 مليار لا تتبع الأمم المتحدة التي نحن البشرية أمريكا لأن أمريكا توقف أوكرانيا في وجه روسيا ومكسيك عام ١٠٩٨ عام ١٠٩٨ نهارت مكسيك وأفلست وقدمت تقرير إفلاسها إلى البنك الدولي هذه هي أصول البلدين تقدم الشركة التي تقدم الإفلاس الوزارات المالية يجب عليها ترد العمال وقدمت مكسيك ملف إفلاسها عام ٨٠ وقدمت مكسيك في عام ٨٠ أخذت ٨ مليار دولار دفعة واحدة لماذا؟ أحبني في المكسيك؟ أبداً لأنه لنهارة المكسيك سيجمع الحدود الأمريكية إذا أمريكا زيدت فلوسي وفلوسك وفلوس السواعدة وفلوس الصينيين وفلوس الواقوة وفلوس زيدتهم و تعتق بهم لكن لم يجب عليها المكسيكين على أمريكا لماذا؟ أمم المتحدة والصرعية الدولية وماذا من قانون الدولي ومؤسسة محايدة وماذا من هيئات تقود العالم و تسرف على العالم و تؤثر العالم لماذا؟ أمريكا تتلقى الأوامر لماذا لم تردت أمريكا؟ لم تردت أمريكا؟ ورعب ٨٠ ورعب ١٠٠ ولكن أكراني بلد الصغير المفلس وخطيب المقاييس المقاييس الاقتصادي لا يوجد الرحمة أكراني في حرب لا يوجد الرحمة لا يوجد الرحمة مدمرة أو ليس مدمرة لديها حضور تردت لا يوجد الرحمة لا يوجد الرحمة الخبر الرجيب يجب أن تجد الرحمة ١٤٥ لا يوجد الرحمة لا يوجد الرحمة ١٤٪ السودان كانت محاصرة مثل عرب ٣٠ سنة و كانت تلتف و تلتف و تلتف و تلتف و تلتف و تلتف و تلتف العالم كله يتسلف بجوجون ١٠٠١ پتوام ١١٣ و كانت تسلف ١٧١ تفريدها أمريكا تكتبها إسرائيل ينفذها المغرب في جميع المجالات والنتيجة النهائية هي إشعال الفتنة وماذا تتبعون شوية بمنطقة تحليل الأخبار وقد تكونوا في حالة متفرجية محللين سياسيين ولا استراتيجية تتبعوا الأخبار وقد تتبعوا الأخبار تلاحظوا جزء من تصريحات الإسرائيلية لإشعال الفتنة بين المغرب والجزائر ما يفعلو على الصحراء ماهي تشدعون قضية الحذر الجزائقية تكتبه إسرائيلية ماهي تهدد الجزائر عندما تتبع الطبيع القوي بالمغرب إسرائيل ماهي يتوقف في الربار عادة تكتبه إسرائيل بشتخل عافية إسرائيلية وهم المقابل حتى لم يتبرعوا وهم لا يتبرعوا على النبي موقفين صريح لا يوجد خبر الذي قال السلف اللولي النتي مياهو واقف وراء خارقة لا يوجد خطأ لا يوجد خطأ لا يوجد خطأ انت صناعة الصورة اخبروا المضاعف هيربيرت شلير جيري ماندير وشوفوا الإعلام كيف يتعبب المليمتر كانوا ناسين بحالة نحن وخلّاوا مدراس ورسالة لي نحن النولة لا تحلموا ان اعطيكم هذا الموقف ولا شمحهم اعطيكم هذا الموقف ولا هيدا هم أقل ما يقال عن الموقف الإسرائيلية منذ توقع اتفاقية تطبيعي اليوم أقل ما يقال عنها ان اتفاقية شحيحة في حق المغرب لا نريد لا نريد أن تقال علاقة مع جزائر جزائر دولة كبيرة استراتيجية نفطية وطابعين وعد الوقت انها تغير الموقف ولماذا لا تغير الموقف؟ هذه مصر العظيمة مصر عبد الناصر وهي السعودي كان فيها فيصل مات شهيدة في سبيل القدس هذه طبعت وهو الشيخ زايد كان يعطي جزء من التروازين والمقاومة الفلسطينية هولادهم ضبعين ليس طبعين لماذا لا نطمعه في الجزائر وقد طبع منهم أقوى منهم وأهم منهم ولا تطامعين في سوريا طبع وطامعين في إيران طبع وطامعين في الجزائر طبع وبناء على الطمع لا تقعوش العلاقة مع الجزائر في النقطة الموتيرة الاستفسادية قضية الصحراء ولكن كانت شيء تصريحات مجانية وغوغائية وضغمائية وتهريجية تكون في إطار إشعالة فتنة مع الجزائر ليس إنصاف المغرب وهذا الشيء نعرفه كامل ولكن أجرى المسؤولين المغاربة الذين قدموا رأس هذا الوطن وأدخلوه في فم الدبع النجم مختارين فرحانين ومن اليوم إلى الصفعات والصفعات ولهذا وجد رفض التطبيع ومحاربته ومواجهة المتطبيعين وضحض العوام المضللة ومقطعة كل أنشطة التطبيعية وعلى رأس السلع السويون المستولدة بعضنا يفتروا هذه الأيام بتمرين إسرائيلي وفي الحقرة التمر فلسطيني ولكل المصيبة مضاعفة إنها أرض فلسطيني المغتصبة ونخلوها المغتصب ونعوها المغتصب يجوع فيه الفلسطينيون ويغتني به الإسرائيليون والله أعلم ما يجيب لينا فيه راه نهار دويت على علاقة التطبيع بفقد المغتصب لأننا لا أصخروا مني ولكن هذه الوثيقة ومعنا وثيقة قديمة متجاوزة ولكنها غشرة ضيئة مثال بسيط جدا وناشدكم لافيد الكتاب الذي يساوي في زمننا تضخم كأس قهوة قرأوا هذه الملحقة حصاب منها ولماذا نقرأ لكم نقرأ لكم العنوي غير العنوي السياحة ستغليه التجسس الدولارات المزيفة والاقتصاد الحشيش والأفيون تقرأ الأمني وحد المسيحة الصغيرة احتواء العقل بذور الفتنة وتعديل الهوية تدمير الزراعة والجوع الشعب بذور مثل قانب المقوطة أسمي لهم ويدات محرمة دوليا كارتة التربة الدجنة وإنتاج العسل مصر كانت من أعظم دول في المنطقة في تصدار العسل من بعد اليمن اليمن تقريب أن يصدروا وكل نوعية عالية من بعد منهم كل نوعية في اليمن أحسن لكن كمية في مصر مصر اليوم تستورد تقريباً العسل المية في المياه لقد دمر اليوم عن طريق أساليبهم خلال المحب الكامل هذا ملخص ملخص تقرير الأمني كتبه الأمن المصري هذا تقرير البوليس المصري وهذا تقرير مشكلة مقدم لأنه بعد مرور 14 عام على اتفاقية كارم ديفيد كارم ديفيد تحدى زلال 14 عام و الأمن المصري يكتب و يحطاق لأنه يخاف لأنه توجهات سياسية في البلاد و يجب تعليم أبناء خطر الصهاين و مكان اليهود و مذار التطبيع كما يجب تعليمهم تاريخ فلسطين و مكانات القدس و قدسية المسجد الأقصى و تاريخ الوجود الإسلامي هناك بما يعزز الوعي الصح بالقضية عندهم إيمانين و معرفين و يحفزهم لدعم القضية الفلسطينية والشعب فلسطيني ماديا و معنويا مراجع مهمة لمعرفة خطر تطبيع الدكتور أحمد و إحمان بيبيو خربوا عن الباب الدكتور مستطفى الحياة و جاء ذروا تطبيع و تسد أبو زين المقرى الإدليسي أفرم القضية الفلسطينية الذي يكون هناك موقف جاكون قوهين ماميز دوموسان سورتين غير و غيرها كثير أنا هنا لدي ملحق أخر للغرض ملحق الحصر للغشين ملحق كتب لا بد أن تقع و نتمنى الله سبحانه و تعالى لشراء الكتب بتم الكاث قاوة أنه إقاذ لا إحاذي لا بد أن تقع جمعت لكم هنا رحلة دير 50 سنة مع فلسطين أضخم جانا عندي في مكتب ديري هو الجراء فلسطين و أفتح روبي و عندي ممكن نقول ما قد لا يوجد في بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية عن فلسطين عندك وثائق و لهذا جمعت لكم هنا واحد عدد دير وثائق مهم جدا اقترحت لكم أنكم تقرارها بالعربية والفرسي بالإنجليزية و لكن أغلبها بالعربية أو المترجى اليوم بعدها انتبخر كل شيء و سمعت آخر المهازي و لم تساهم و لم تساهم سمعت آخر المهازي منذ شهر أمريكا تقترح أنها تحول قرار فتح القنصلية الأبريكية في الداخلة إلى قنصلية إلكترونية و لماذا؟ رأي واحدة بوضع إلكترونية كان خاصة نديروا هاي لومان و نديروا هذا التطبيع و نخونوا القضية الفلسطينية و ندمروا رأسنا و نتوقعنا قول الشاعر في الحمقاء نرقع ديننا نمزق ديننا لترقيع دنيانا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه حفظوا معي هذا البيت هذا الشاعر العربي القديم كده عن الحمقاء من أمتالنا نمزق ديننا لترقيع دنيانا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه إلا ما عندكم شمع الشيار التقليدي هكو الشيار الحديث أحمد مطر فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا أعود لكم أعود بسط حفظوا معي و خذك الدين الحبس فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا ما الوسط يعني الوالي دينا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا وسعي بضلة تمندج كله قنصرية الإلكترونية و تزاد قنصرية بقى مكينة وتذكرون أنا يا رميس الجلس هنا التاريخ تذكرون اليوم الذي أعلن فيه ترامب أنه سوف يرسل المشروع في الصحراء المغربين مقبل التطوية هذا اليوم كان 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 لا ليس الإعلان توقي 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 لا يمكن أن تقوم بها كان في 10 ديسمبر كان في 10 ديسمبر كان في 10 ديسمبر كانت توقي كانت توقي كانت توقي في 10 ديسمبر و الرئيس لا يستسلم حتى في توقي و كانت توقي 52 يوم وهي المدة التي يحسبه من التي توقي أمريكا كانت توقي إلى ساو باولو و لدينا النتيجة و كانت توقي 52 يوم لكي يصل إلى واشنطن فدروا مدة 52 يوم وبقى توقيت تقاليد لأن دولة العقية تقصدر تقاليد لا يوجد تقاليد فوقت تقليد من يوم إعلان النتيجة إلى يوم 52 يوم وقال يأتي في الطيارة في 10 دقائق ولكن دروا واحدة نقطة وسط هذا كان الرئيس قال مارس من إعلان النتائج توقيع إلى يوم 10 ديسمبر يوم حتى يبقى في البيت الأبيض حتى تقريباً 11 أو 15 جنوبي لا يتوقع وقال له بعد 6 يومين على الصراحة ماذا يريد ترامب يستمر في خداعات المغرب وفي وقت يعطي فجوة البيضان إلى جوراه وبغير يتراجع القرار يطعن فيه شكلية وأن موقع يومين بعد انتهاء سلطة التوقيل الرئيس الخارج الرئيس السورطان الرئيس الميزو يعني واحد أنت اشترم لديك العرض بفلوس بيعت له عرضك بفلوس وملي بديتي الفلوس لقيته عملة مزورة كثير من هذا الهواء تل الرضا يبيع عرضه بالفلوس وصبح لديك الوظيفة التي لا تسمى من قدس نقولها بايدن وغير بايدن أن يتراجع عن هذا القرار لا يوجد القرار لماذا؟ لدينا شخص لدينا شخص على قدرة أمريكا على التراجع عن القرارات لدينا شخص لدينا شخص نعم هذا 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 لدينا شخص لدينا شخص لدينا شخص أمريكا عشرة سينياتورات ستلاف مليار سينياتور ثمانيات وتنقضك للغد من يلزم أمريكا إذا تراجعت وغيرتكم أنت لسريعة المغرب يقولون أول دولة اعترفت بأمريكا سنة 1777 عمر أمريكا تفكرت هذا الشيء تم نهار ترامب يتخذ القرار عاد القرار خرج فيه المغرب هو أول دولة اعترفت بأمريكا وليس تحديد 250 عام لا أذكر أن أمريكا ذكرت هذا الأمر إلا مرة واحدة وهي من اللي بغوا القواعد العسكرية أمريكية تقنسطلوا في المغرب في إطار الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا قاعدة بن جرير وقاعدة النواصر وقاعدة القونترا ونطلق على ذلك النار عاد تفكروا 1777 تل 1942 عاد تفكروا ونسوا ذاكرة بالبوتون براغماتيك عاد تفكروا هذا وما تفكروا هم لا ينسوا غير ينسوا هل تعلمون بأن المغرب هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية واشتبك الأسطول المغربي مع الأسطول الأمريكي في حرب المفنية أمام السواحل الليبية بعد ذلك بعدة شهر ما ينسوا المغربي سكن عندهم منطقة آخر سياق خردية السيادة والإسلام والعزة أمريكان يالله قاموا بقى عندهم حرب مع بريطانيا عاد تشحنقوا كنت حربة مع بريطانيا بعد ما انتهاء مرت حرباني دروسان واحدة بعد 11 عام من قيم أمريكا واحد من بعد منها بتسع سنين تقريبا وفي الثانية وصلوا البريطاني ونزلوا الديباركيو ويدخلوا الواشنطن ويحرقوا البيت الأبيض كامل بقى المليون بالحرب مع الإنجليز وجاءوا يعتنيوا على ليبيا ما هي ليبيا فيها؟ واستغت الليبيون بالمغاربة والجزائريين من النخوة والنجدد المغاربة الأسطول المغربي سبق الأسطول الجزائري رغم أن الجزائر أقربوا إلى ليبيا واشتبك الأسطول المغربي مع الأسطول الأمريكي بالمدفعية يعطينا نعطيك بعد مدة قصيرة مين؟ اعتراف المغربي أمريكا أو ما ينسوا هذا الشيء طيب الأرجنتين كانت في واحد طغمة عسكرية حاكمة بدأت انقلاب وقتلت الشعب وضبحت الناس وطحنت الياسار وطحنت الفلاحين ومغلت مدين وذلك الانقلاب كان مدبر من أمريكا مئة من مئة وتموين من أمريكا والدعم من أمريكا هذو كل عسكر واحد من الوقت أفلسوا اقتصادية أفلسوا أخلاقين أفلسوا زياسين وهو ذلك حركة يطلعوا بها اسمته فقاموا بالهجوم على جزر المالوين وجزر المالوين جزء تاريخي وجغرافي من الأراضي الأرجنتينية لأن جزر المالوين تبعدوا عن الشاطئ الأرجنتيني بمئة كيلومتر وتبعدوا عن بريطانيا باثناشر ألف كيلومتر ولكنها مستعمرة بريطانية وجزء من تورب بريطاني اليوم وحل الوناقش وهم أسحبوا أمريكا قد تكون معهم لما جد الجد وجابوا الإنجليز الأسطول وما تشرغي في ثمانينا أعود لكم على يمات سيدنا سيفنو ديازة رابط تمانينا من الصدم الجيس البريطاني بالجيس الأرجنتيني واستغاث الأرجنتين والأمريكان باعوهم بريال لأن حساب تحالفة والمصالح هو مع بريطانيا ماشي مع الأرجنتين رغمان الأرجنتين أقرب جغرافيا والأرجنتين ضيعها فير مدينة أمريكا كي نهبوها ولكن لا تحالف آخر على مستوى آخر سياسي وتاريخي وديني وستراتيجي وعرقي لما أراد الأمريكان أن يخرجوا الإنجليز لأن الأمريكان يعرفون الإنجليز ونقسموا على الجوج إنجليز يستقلوا الإنجليز مع جلالة المالك لما أراد الأمريكان أن يخرجوا الإنجليز كانوا لديهم قوة ونشدوا كل جنة البلاد وعندهم قوة تحالفوا معهم هذا ليس سهل 30 قبيلة 30 شعب هم نقشوا القضية تفاوضوا فيها ونقسموا إلى ثلاثة أقصى قسم اللي بغلحيات قال أنا ما ندخل في هذه الحرب وقسم تحالف مع بريطانيا وقسم تحالف مع تورا تورا دي جورج واشنطن استغرقت الحرب من 1774-1877 ثلاث سنة وثنة ونصف حرب داروس طاحنة قتل فيها الألاف من طرفين وقتل داخل هذه الحرب الهنود كي تسمى الشيروكي الذين قاتلوا مع الإنجليز والوهنود الذين قاتلوا مع لما نهازموا الإنجليز وأفلسوا ماليا وعجزوا عن السيطرة وقرروا الانسحاب بدوك ينسحهم من الأراضي ديالهم لما نسلموها لمفروض يسلموا الحلفاء قاتلوا معهم وماتوا عن أدهم وسيدوا الأرض أرضهم سلموها للأمريكا ولا ميترو من بعد سأل هذا الشي كله لم يبقوا ليسوا الإنجليز ولم يبقوا عن أمريكا عاود بدوك يتفاوضوا مع الهنود الحمر على السلم مقاسم الهنود إلى قسمين قسم محارب وقسم مقاتل وحتفظوا بإسمين القديمين الشركة والوهنود هذه العملية استمرت قرنين كاملين قرنين كاملين لما سألهم من المقاتلين الجو المسلمين ودرحوهم كاملين عقلوس عليهم مونير العكش عنده واحد يسميته ضخم اسميته دولة فلسطين دولة الهنود الحمر لأجل فلسطين كذلك الواحد مقابلة ما بين الطريقة التي تتعاملوا مع الهنود الحمر والطريقة التي تتعاملوا مع الفلسطينيين مفاوضات وغدر مفاوضات وغدر مفاوضات وغدر مفاوضات وغدر داير فيها واحد ترسان هذه الخرائط لا تخطروا لكم على بال التي كان يوقع عليها الأمريكيون كل ثلاثين ربعين عشرين سنة في أي اتفاقية هدنة ووقف إطلاق النار وافتراق الصفين يرسلون خرائط لتكون تستجددين حتى تأخذ مواقع التي ترككم فرائطها الأوروبيون ضد الهنود الحمر حتى ترسولون الحمر ويقرون الخرائط هذه الأرضنا هذه الأمريكين هذه الأمريكين هذه الأمريكين هذا الخرائط التي تتعاملها في أوسلو وبهي لغزاء من تحديد الأريحة وفي تحديد الديرتانيت ومتعوها مع السادات كل هذه الخرائط فيها إعتراف الحمر بأراضي تكون دولة مستقلة ذات سيادة وتيوقعوا لا تشيء لا يحدث بها قنصولية إلكترونية تقول لي نكتب مع التاريخ لآخر والجنرالات والوزراء والتوقعات وشهود دوليين بريطانيا عندها قوة كشاهد سعى اسبانيا شد أمريكا المكسيكا حليف يعني اتفاقات وازنة مكسوبة بالرصاص ثم بعد عشرين عام ثلاثين عام كنت تغيير الأوضاع كي يشدوا تعرفوا قال لك شجوش كي يتضربوا في المحكامة بقي مدجة نوبة دير واحد مسكين ساداج لأخو استدرجوا قال لي اليوم أنا أغنقضي قال لي لأجبت الرسم قال لي لأجبت الرسم اليوم أغنطي لك البلاد قال لي أرى خادوا ويكمشوا وكالوا قال لي غلاص يدخل على القاضي الميريكان على امتداد واحد العشرات المحطات فقرنين ثامن عشر وتاسع عشر كانوا يكمشوا الخرائط ويأكلوهم ويقولوا الاسرائيلي الهنو بحمر يزيدوا القدام الذي عنده خبرة أربعة قرون في التلاعب والمداهنة والتلوي والنقد والغضر هذا يجي اليوم يوفي لشي حد وشي كلمة وزي نتال الكلمة بقينا المغاربة مساكين لكي قرعوا غير عسل ما الميريكان واضح ما عرسل وقال لي واخر خلي الأرجنتين عندهم عقدة قرح بابهم جدودهم جدرهم أمهم ما هي أم أمريكا بريطانيا لأسباب يطلوا صحها والأعثم أغلبة لأنها اقتصادية وعقدة قررت أمريكا أن تطحن الجنوية الإسترليني سنة 1986 كان شي مشكل بيناته هبط جورج سوروس لبورصة الأموال في لندن وهبط في نهار واحد سبعات المليار دولار في 86 ربحت 70 من هذا ونزل عن البورصة وطحنها ودار في ثواني إلكترونيك حساس دار في ثواني في العملة للجنوية الأسترليني ما يفعلون ألف الليرة التركية وما يفعلون في العملة الماليزيا في التسلينات لم يتورعوا الأمريكان أن يطحنوا عملة أمهم بريطانيا في لحظة معينة كان فيها خلاف وتعرفون غير ما يرون مفارق أن مرغاريت تتشر المرأة الحديدة كما يسمون المرأة اليمينية المتطرفة الرأسمالي المتوحشة المرأة قبلة الحوار مع النقابات ولا رحمة العمال وقدوا باللغة الحاكمة الشفافية للغاية المرأة توليت ولاية لولايات ونجحات فيها قوة وتوليت ولاية التالية ونجحات فيها ودائما الدعم الأمريكي الدعم الأمريكي وتوليت ولاية التالت ونجحات فيها وغاديها في منتصف هذه الولاية قرر أن تشبحها على ودد الخلاف فما خلوها تتكمل اضطرها وهي المرأة الحديدة أن تستقيل وتخرجها من الحياة كلية سياسية ويأتي لائبها واستمر الحزب الحاكم لا يوجد أزمة تقام الناخبين لا يوجد انتخابات مبكرة لا يفقدون الأغلبية في البرلمان لا يوجد وزن القوان إلا باقي وما هذا الغدارة هذا البندم الذي معجون من الغدار تقمي أنت ونجحات تفاقيان تعترف بالصحران ويفعلوا هذا مع الكبار ومع الأحباب يدلوا معك أنت اللي بعيد وصدعيف أما الإسرائيليون بحديت ولا حاج اللي غدي يمشي وقع شناش يتفاق مع الإسرائيليين سمعتوا هذه واحد مدقلي بصريحة نتانيال قررنا أن نوقف السلام أن نوقف عملي السلام مع الفلسطين ويمكن لي يقرر أي لحظة ما كان التزام الدولية لمؤتمر مادريد لمؤتمر واشنطن لأوسلو لباكور هندير قررنا أن نوقف عملية السلام على الفلسطينيين وأن نعطي الأول عمل السلام على الدول العربية وأنه يتحدث لأنه يتحدث أشعر لأنه يتحدث من حجر في الليلة وأنه يتحدث الآن لأنه يتحدث مراعاة وحراز لأنه كانت توازنات من فيها دول السعودين يسمى طبع إيران قوية في موقفها جزائر قوية في موقف الكويت عبضله دولة صغيرة عنده واحد الموقف من التطبيع المشرف أراد كالي أدرك لأنه نقارنه مع المغرب باش تقارن المغرب مع الكويت كويت دولة صغيرة مغرب دولة كبيرة كويت دولة حديثة مغرب دولة عريقة الكويت مش تكون المغرب بقي كامل حتى الصحرات يلو بقي عنده والمغرب يقول بحنان اعترفوا بالعدو المقابل اعترفوا نفس الصحراء التي نحن فيها هذه 50 المغرب في الصحراء والصحراء في مغرب مغرب يا موما تدول كولية تقول ردها ردها الأمريكا أنا كنت كنت توقع بعد أن قام الأمريكا بحرب لأجل استرجاع الكويت واستنقاذها من العراق أن الكويت سيطول لدولة تتمش فإذا به اليوم الأسرة الحافية عندها موقف ردك لمن تطبيع البرلمان الكويت عندها موقف ردك لمن تطبيع حزاب عندها موقف جنون من تطبيع الحكومة تخرج قوانين مؤخرا فيها مستوى من جريم لا يتصور لزار إسرائيل تدخل الحبس لإستقبل إسرائيلي تدخل الحبس لجبس إسرائيلي تدخل الحبس آخر قال إسرائيل ومدرس بين مزدوجتهم يتعاق هاي بضلة ومشتهم دولتهم ودولة صغيرة صغيرة من أقليم من الصغرى في المغرب ومشت ومشت أمريكان وقالوا لهذاك الأمير الله يرحمه قالوا لحنا تلات دل حواش باش نعرض نقض الكويت اللولة تطبيع مع إسرائيل ثانية قضاء العمل الخيري ثالثة قضاء الحركة الإسلامية قالوا يطلبوا أي حاجة هالثلاثة لا نقدر أنا ممكن ليش هذو معزونين في الكينون ذو الإنسان الكويتي لطلول ينشط الشعب الكويتي كل اللحو في الحرب يمكن القضاء ندير هذو وإنه قالوا إلا هذا خذوا اللي بغيت وإلا هذا وإلا هذا وإنه دابا بعد استرجاع الكويت إلى اليوم شفتوا هذو تمسوا باقي الأحزاب الإسلامية كينين باقي الحركة الإسلامية كينين باقي العمل الخير في الواتي والموقف من فلسطين مشرف نحن يوم القيام يوقف نحن الكويت بين يدي الله تعالى كيف لا يوجه دولة ما تجيش تدفر لنا وما واقف نشوف ونحن مقابل الوهم وما مرستر بلاد وما قاش مشاتر حالتها صدام مارضاش يسمي الكويت إقليم مقاطعة 19 في إقليم المصر لم يكن إقليم إقليم يعني أنا كان حكم العراق والعراق في أقاليم وإقليم في مقاطعة إقليم المصر كان في 18 مقاطعة الحق بين مقاطعة 19 ومقاطعة الكويت درجة خرجوا لي نقطة أن وصد القانون الذي قال بيسكويت دخل الحفز بيسكويت سيقوم بيس عراق لكي وكان يخطب الجنوب فهؤلاء تبخر ردوا الأمريكان لا تريد التمن والتطبيع ومشينا وردتنا أمريكا لا نعترف من الأمريكا لا نعترف أمريكا لا نعترف ونعطيناها صراعية لا نعترف لا نعترف نحن دولة عائقة عمرها آلاف السنين وغير ملكية الإسلامية لم يمو الهدريس لدبا 13 قرن دولة حاكمة مليون أربعات القرون في العالم قد الأسرة الحاكمة في المغرب أبعاد القرون ديرتنا لماذا نحتاج لشهد نسعر واخر خلي المغرب السعر مشهد ورد أمريكا جل أسطن أمريكا حرر من الجيش الجزائري غرب أمريكا وقرب المراكس وقرب الرباط وقرب أمريكا أمريكا قصدهم المغرب لديه السعر من 75 ديال وقدر أمريكا سعر في المغرب ومغرب سعر ما دولة المريكا قصد إلكترونية كين شي إنسان وقع سبق حمق خارق حين الله ونختم لأن قلبي ستفرق الله إلى أقرب من النقطة يرجع مجحب جعل مرضو وقرب 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 ونظر لديك وما ذاتنا ما هذا من المخصص انه ضح اعطي وقرب قرب ازد عليه ونزيد ونقول يا يقرب ونظر عن ونزر 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 مناقصة وقرب من المخصص ومضعت ورطت ونزر ويقول اتكتر منك قالوا لي هلت زمون الفول ؟ قالوا لي هذا طاق و هاري و هلت زمون الفول و يؤخفتهم و هلت عبرني فالفول؟ و أخبرني فالفول و تجد أحد المراء و قتلوا بئين فول و يلتفلها و أنا نغفله و تشترك لديهم و إتقلته بها و يزيدني واحد و قد شرت لم فول و قرصت و أصدق رب الفول وش عبت صحنا ؟ ما شكا يحول حمارة و زوجتا هو بئين فول هو المغرب لحولها أقوى جهد بالله السلام عليكم